يعطيكم العافية في هذا الفيديو احنا نحكي عن اللوب واللوب هو لو انا بدي اعمل عملية تكرار لجمل معينة يعني او انا قلت لك اطباع لي كلمة حلو عشرة مرات فانا اكيد مش حقه دكتور برنت 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 عشرة مرات لا ليش لانه انا في عندي لوب فتاة انواع من اللوب انا بقدر استخدمها من عميلة الطباعة طبعا هي بتستخدمها في تكرار اللي هي لطباعة لتنفيذ عدد معين من الجمل طبعا فين دل فرلوب طبعا هو فرلوب بستخدم لتكرار اللي بداخله بعدد مرات محددة يعني انا قلت لك بدي انتفاذ لي اللي بدي اتنفذ لي اللي بدي اتنفذ لي عشرة مرات فانا اش بستخدم باستخدم الفر طيب ايش الفرق ايش هوا هنا اللي بتاخد الفرق بتاخد هنا اوليش البداية هتاخد هنا الكندشن وهي الوين و الوقت هتقاف وهنا انكي منت او دكيمت انا نزود مرتين او ازود مرة واحدة وهكذا. طبعا هادي بتستخدم طبعا زي ما حكينا لو كان انا عدد عدد مرات التكرار معلوم. طبعا الويل تستخدم في حالة لو كان عدد مرات التكرار مش معلوم. بس لكني بتاخد بس كونديشن. وهي حسب الكنديشن اذا كان الكنديشن انت ما حتروف حتظلها تلف. واذا كان فولس خلاص حتطلع وحتوقف من الويل. طيب هنا الويل كده. طبعا فين ديد هنا الدو وايل. الدو وايل هاي اول شي بتنفز على الاقل مرة واحدة. بعد كده ايش بتفحص. طبعا الويل والدو وايل بيستخدموا في حالة لو كان عدد التكرار مش معلوم. لكن الفرق بين الويل والدو وايل من الويل اول شي بتفحص بعدها بتنفز. لكن الدو وايل بتنفز بعدها بتفحص. طب نيجي ناخد مثال. انا قلت لك هنا فور. بدك تطبع لي جملة مسلا كلمة بنت عشر مرات. او بدك تطبع لي اه اللي هو لرقم من واحد لعشرة. حاجة اقول له انتجر. انا ونحب دي هقول له اي بيساوي واحد. انا بدت من ايش من واحد. باش بقول له اي اقل من او يساوي عشرة. طبعا انا ايش بدك تطبع من واحد لعشرة. انا حقول له اي بلس بلس. طيب. وباكدش بقول له برينت. بدك تطبع لمين قيمة الاي. الفارة شاوم انتجرة هنا. فهول شي 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 هي نفز. هي نفز الواحد. حيفحص ال واحد اقل من او ساوي العشرة تو. فاش هيبيت سوفيه شاوم suggestUn oldu. وباكدش هيجي شيها يزود. الواحد مسه واتنين هيجي يفحص اتنين اقل் اقل من او ساوي العشرة صحيح فحيطبع ال اتنين وباكدش شي هيزود هيزود هنا ايش تلاتة. فحيقول وتلاتة اقل من او ساوي العشرة وهكذا. يعني هادي بس بنفزها اول المرة طيب ممكن كمان انا اقول له هنا هاي بقول له مسائلنا print وبناني اجنا مسائل زيك فاصل انا ممكن هاده كمان امثلها شايفين هاده ممكن نحولها لوال طيب حاجة اقول له هنا انتجر الاي بيساوي قديش بساوي واحد جميل طيب حاجة اقول لوال اذا كانت الاي اقل من او يساوي العشرة تمام لك تقول لبينت لمين لا الاي والاي بلس بلس يعني كده ايش خليها تخليت الخليت الواي بتنفذ لعدد مرات محددة طيب هنا في انت الاي مسلا خليه ايش اكس عشان ما هين الاكس هين الاكس طيب نفس الشغلة ممكن ايش هنفذ لدو واي بس الدو واي هتطبع ليش قيمة زيادة يعني مسلا وانتسقط هاده هيك وهنا خليتها مسلا واي وهنا خليتها هاده ميز زيها حاجة اقول له هنا دو حاجة اقول له هنا ايش واي وقول له هنا الواي اقل من او يساوي العشرة حاجة اقول له بنت اللي هي الواي حاجة اقول له الواي و بلس بلس طيب لاحظة معي قلت لو انا اجيت اعمل يتسيرف و جت هنا وبتنفذ الكود اللي انا كتبته فخلينا نشوف ايش هيطلع معنا طيب هنجي نعمل هنجي نعمل هاده سياكو اللابس و نجي نعمل سطب هنا طيب نجي نشوف هنا هاي طبع لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة و جاب ليش انه انا ايش طبع لي من واحد لعشرة بالنسبة للفور وال 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 طيب اه طبعا هنا انا كده هنا انا استخدمت الواي كاينها فور لكن هي ما بتستخدم كده هي بتستخدم في حالة مثلا انا كان في عندي دفحص قيمة والقيمة هالي طول ما هي تو تمام مسلا اقول له هنا تو تمام هنا يش هيدلو هيدلو يطبع لي مسلا قيمة قديش هنا حيضل للف يعني مش هيطلع من الواي يعني حيضله للمالة نهاية للمالة الهاء لو جيت مساء هنا وجيت عملت فان طول معي ايش هيطلع معك حيضل ويشغل للمينة النهائية. اه اوكي. بس قاعد بحمل هنا. ممم مالو. طبعا هو علج معنا ليش لانه انا مشغلها للمينة نهاية. طبعا بدي اسطفيها. شكله علج البرنامج عندي تمام. طبعا ما ما كتحطها هنا تو. تمام طيب. لكن شفتوا ماشي صار معي. هنا لما انا ايش حالته تو. علج. حيضلو ملافف للمينة النهاية. طيب. طبعا انا كيف ده باكفر. ممكن اقول له اف. هنا اف. اذا كانت قيمة الاكس بتساوي عشرة. تمام. اذا كانت بتساوي عشرة. اذا كتعمل بريك. ايش يعني ايش يعني بريك. يعني خلاص اطلع لي من اللوب. تمام. هنا بصح هنا حضاره بلاف ملاهاية. بس لايك انا هتطلو الشرط. اذا كان قيمة الاكس. وصلت العشرة. اذا كتعمل بريك. نجي نعمل هنا ونشوف نعمل سيف. ونعمل بلاي. بس يخلص هنا تحميل. نعمل هنا بلاي. هتلاقي انه بس وصل من واحد لا تسعة. هيتطبع لي من واحد اجد من واحد العشرة هيتطبع. تمام. بس لكن لما انصرت قيمة الاكس عشرة. اعمل لي ايش بريك. طيب. طب انا ممكن اقول له هنا ايش. اف. في عندي كمان شغلة. بحاجة اقول له اف. اذا كانت الاكس بتساوي تلاتة. تمام. ايش لك تعمل لي. هنا ايش بريك. هنا. ايه ايه هذه. بديك تعمل لي هنا غير كنتينيو ما بدنا نطلب بيك طبعا. او خليها لي بريك. بس اقول له بريت هنا ايش. ببار هنا ايش. اثوي. وحط هنا ايش. اكس بلاس بلاس و هقول له هنا ايش. كونتينيو. كونتينيو معناتها انه اذا كانت قيمة الاكس بتساوي ثلاث اطبع لي وزود لي وعمل لي كونتينيو لما تعمل كونتينيو يعني ايش ترجع من اول يعني ما تكمل لي هان يعني هدول ما تفوتل عليهم يعني انت اصلاك كونتينيو بديك تروح تطلع من ايش من اول جملة وهكذا فرمنا كيف طيب يعني هنا جيت هتلاقي ايش طبع لي هتطبع لي واحد اثنين ثري اربع العشرة هدول بس برضو كمان كلمتين اللي بيك والكونتينيو ههمات جدا لازم نكون عارفهم اللي بيك معناتها انه انت بح تطلع من اللوب الكونتينيو انت بح تبدأ من اول اللوب تمام وحطنش او حتفلت اللي بقى بعد الكونتينيو اذا تحقق الشرط هذا اللي انا حاطه الاكس بساوي ثلاثة طيب نيجي طبعا انا قصدي مش انه حيعيد اللوب لا هو حيفجع من اول استيتمنت في اللوب ليه ايش قيمة الاكس طيب نيجي هنا ونعمل print او نعمل play ونجي نشوف مع ايش طبعا طبعا نعمل هنا clear ونعمل هيك طبعا طبعا الواحد اثنين ثلاثة 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 تمام طبعا المفروض ما يطبع لي هنا الثلاثة هاي يعني هنا ممكن اقول له هنا ايش ممكن اول النوع اللوب ونعمل الواحد وعمل الواحد اثنين ثلاثة ظرور واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ظرور 50 ساتنهمiga найдhu العربي اشياء نوع اللوب وعرفنا الوائل والدووائل وعرفنا اشياء الكونتينيو وشو البيك طبعا طبقت وانا هنا البيك والكونتينيو في الوائل بيمكانك ان انت كمان يتطبقوا داخل دووائل والدوو داخل الفو طبعا اشياء بسيط جدا ويعطيكم العافية